يا صباح الهنة صباح السعادة صباح التفاول على أحلى متابعين في الدنيا صباحكم عطر بذكر الله النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية فطاير آمر اللهم بارك حاجة كده والطريقة سهلة جدا جدا والعجينة بسيطة يعني مش قادر أقول لكم قد إيه سهلة وبسيطة والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك والعجينة دي لا فيها بقى لا بيض ولا لبن ولا حليب بودر ولا زبدة ولا أي حاجة خالص كل الموضوع شوية دقيق شوية مية من الحنفية معلقة خمية هتكوني عملتي الجمال ده تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسرعة حطيلي لايكات كتير وعملي شرط للفيديو عشان بجد يستاهل وهيعجبك بولة كده حلوة وهنجيب فيها كوباية من المية من الحنفية وكوباية تانية مية دافية يبقى معانا كوبايتين مية عليهم معلقة كبيرة من الخميرة كمان معلقة كبيرة من السكر ونص كوباية من الزيت بس كده شوفتوا مقادرنا سهلة وبسيطة ازاي؟ هندوبهم كويس جدا جدا كده باللزبتل او بمضرب وتعالوا نجيب نص كيلو من الدقيق اهو وهنجيب المنخل بتاعنا ولازم ننخل الدقيق والخطوة دي بقى اصريت ان انا اعملها معاكم عشان محدش ينسى ينخل الدقيق اول حاجة عشان تدخلي كده فيه الهوى وكمان حاجة تانية حاجة عشان خاطر لا يكون الدقيق بتاعك فيه اي حاجة جو صيف وبرضو الدقيق مش مضمون هنقلب كويس جدا جدا انا ما بحطش كمية الدقيق كلها انا بحط يعني قولي اقل من ربعها وهقلب كويس جدا بصوا باللزبتل او كمان بمضرب سلك او بايدك طبعا تبدالي تضرابي لغاية ما الدقيق اللي احنا حطناه ده يبقى قوام خفيف كده وكريمي هنبتدي بالتدريج نحط حبة بحبة صغيرين من الدقيق وهنا انا العجنة بتاعتي لعجن بقى ولا اي حاجة ده احنا هنقلب وهلدت العجينة او هنخبط العجينة وخلاص على كده هنشوفها مع بعض قد ايه سهل لو بسيطة بجد هتعرفيها لما تجربيها ووعدك اول ما تشوفي الفيديو هتقومي حالا تنفذيها وتدعيلي دعوة حلوة بصوا انا بخبط كده باللزبتلة مش بعجن خالص اهو طبعا الفيديو ما شاء الله موضح خالص بحط حبة بحبة مش بحط كتير وخبط طبعا خلاص كده تقلت على اللزبتلة هبتدي هخبط بايدي او هلدت بايدي انا مش بعجن خالص طبعا في فرق ما بين العجن واللدت هنا طبعا حطيت رشة ملح صغيرة اهو تبتدي بقى تلدت كويس جدا يبقى المكونات بتاعتنا هقولها كده وانا بلدت العجينة او بخبط العجينة كوبايتين مية كوباية مية من الحنفية وكوباية عليها مية دافية وكمان معلقة خميرة معلقة سكر نص كوباية من الزيت والزيت ده اي نوع زيت عندك زيت تموين او اي نوع مش هتفرق عايز اقول لكو انا حط زيت تموين والله تمام وفي الاخر بتحط رشة ملح صغيرة ومعاك العجينة اللهم بارك تبضل يتخبطي فيها كده اي سن يدخل المطوخ هيعمل الفطاير دي تقدري تعمليها حلوة تقدري تعمليها حادق بحشوات فراخ لحمة برحتك خالص جبن انا طبعا النهاردة عاملاها مش هشيها حاجة خالص بس طلع الله مبارك حاجة كده عسل وفي الاخر هندلحها وطبعا دي اختياري ليك بتفضلي بقى طبعا انا زودت في النص كيلو نص كوباية من دقيق عشان احتاجت معايا تاني طبعا كل نوع دقيق بيفرق ممكن تثبت معاك على النص كيلو وممكن تحتاج ممكن ما تحتاجش بس طبعا للامان انا بقولك احتاجت نص كباية فوق النص كيلو تمام جبت هنا الصق بتاعي ودهنته دهنة خفيفة جدا من الزيت وهنسمي الله كده ومشاء الله اللهم بارك العجينة بتاعتنا والله هي بتتكلم عن نفسها مش عايزة كلام قطنية جدا كلها تحسها خفيفة كده كلها هوى من التغبيط اللي احنا خبطناه لها مع جنهاش مش مكتومة وتبتدي تنزلي كل العجين اللي معاك كده على مفرش السيليكون او مفرش العجل وتبتدي تعمليها رول وبعد كده تقطعيها بقى تقطعيها كبير تقطعها صغير براحتك خالص انا عملتهم عشر فطايرة اللهم مبارك من نص كيلو دقيق زي ما اتفقنا هبتدي بعد ما قطعتهم هكورهم بالشكل ده على ايدك بقى براحتك على المفرش زي ما هنشوف برضو براحتك انا بعمل كزا طريقة والطريقة اللي تنسبكم اشتغلوا بيها بس ما تنسانيش بدعوة حلوة من قلبك لو انتي استفدت ولو معلومة صغيرة من الفيديو بعد ما كورتهم بالشكل ده هبتدي على طول مش هستنى ان هم يخمر ولا اي حاجة هو بيخمر بسرعة على فكرة جدا جدا هبتدي افرد العجينة دايرة زي ما انتم شفتوا باقدية بتتفرد بمنتهى السهولة والبساطة وهبتدي هلف في رول زي ما انتم شايفين كده لغاية ما خلصها وهاجي هقفل كويس جدا من الجنب دا ومن الجنب دا دخل البوزة دي الجوة كده وهقفل كويس جدا التروف دي وخلاص على كده السندويتشات بتاعتنا او الفطاير باقي جهزة بصوا طحفة وزي ما بقول لكم والله الفطاير دي او العجينة دي تقدر اي سن او عمر يدخل ينفزها سهلة وبسيطة وما فيهاش وحتى لو فجت في وقت كده وما عندكش عيش تقدر تروحي تطلعي شوية دي ايه من عندك وتعملي الفطاير دي تنفع بقى السندويتشات للمدارس تنفع للمصيف تنفع للرحلات معاك شغالة في اي وقت في المصيف كمان وما فيش عيش ومحترها هتوكلي الولاد ايه والله ما هتاخد معاك نص ساعة هتكوني عملتي احلى فطاير لان هي بتخمر بسرعة جدا جدا فاول طبعا بتكلم معاك وانا شغالة كده طبعا الفيديو موضح نفسه خالص خالص تقدري تعمليها في المصيف قبل ما تنزل البحر كده عايز اقولك نص ساعة هتكوني عملتي احلى شوية فطاير لان هي كل الموضوع كله كله ما بياخدش معاك نص ساعة ساعة على ربع بالكتير استق معايا هم اللهم بارك جبت سفار بيدا على معلقة من القهوة سارعت الزوبان عليهم معلقتين صغيرين من الحليب دوبتهم كويس جدا جدا وتبتدي في نص التخمير الصق ده انا كنت خليته كده قولي مثلا ربع ساعة تمام وبعد كده بتبتدي او عشر دقايق حسب التخمير او الوقت طبعا لو شتة او صيف بتختلف وتبتدي تدهين الوش كده بصفار البيض والقهوة والحليب في نص التخمير مش لمق بعد التخمير بعد ما هدهن الفطاير بتاعتي او السندوتشات بتاعتي هسيبها لما تكمل الخمر بتاعها ليه بقى نعملت الحركة دي او الخطوة دي عشان خاطر هتشوفوا كمان شوية لما السندوتشات عندي او الفطاير بصوا اللهم بارك اختمرت كويس جدا جدا عايزة بقى معاملة خاصة شفتوا المعاملة الخاصة تحسسي عليها كده بحط الجبنة الموزاريلا ما بلمس الفطاير عشان الهواء والفككيع اللي دخلت فيها او التخمير ما يفشش او ما يخرجش منها الهواء وتهبط معايا دول بقى حابت جبنة موزاريلا اختياري جدا ودول حابت فلفل بقى اغضر واصفر 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 وحابت زتون قطعتوهم تقطيعة صغيرة كده وبرضو حطتهم على الفطاير يبقى الفطاير بخمرها مررتين بدهن الوش بعد شوية صغيرين اول ما ترتفع كده اروح على طول دهناها عشان ما تهبطش معايا طبعا دي كلها حاجات لازما وخطوات تعمليها عشان تطلع معاكي حلوة وجميلة ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب طبعا في الوقت ده كنتم ولع الفرن على درجة حرارة 180 بتدخل ما شاء الله اللهم مبارك ما بتاخدش عشر دقايق اتنشر دقيقة بالكتير الفرن عندي بمروحة الفرن عندي بمروحة ما بحتاجش ان انا اشغال الشواية لو الفرن بتاعك مش بمروحة تقدر يتشغالي فوق وتحت عادي خالص اول ما تاخد لون كده من تحت وفوق خرجي على طول لان هي يا ما شاء الله العجنة بتاعتها خفيفة بصو بصو والله العظيم خطيرة مش قادر اقول لكم قد ايه هي سهلة وبسيطة انتوا عارفين استندوتش دلوقت استندوتش بس الفينو وصل لخمسة جنيه الواحد تخيلي بقى لو انت اللهم مبارك عندك عيلين او تلاتة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة